ربنا حبني ازاي؟ اصلا مفيش سؤال اسمه ربنا حبني ازاي انو ربنا بيحبك هو اصلا بيحبك لو لان هو احبك ما اوجدك خلص الموضوع انت لو بتحبنيش هتجبني هنا مكتبك هو اصلا يحبك عارف السؤال ايه؟ انت محتاج تتيقن ان هو بيحبك ما تدورش عمله عشان يحبني ان الله يحب هو بيحبك يقول له يا ابا بكر ان الله هراد عنك فهل انت راد عن الله؟ له رسول الله هي العكس بس انكن حضرتك ايه له انت راد عن الله؟ هو اسأل سيدنا موسى يقول له يا رب ما علمته رد سيدنا موسى سأل نفس سؤالك ما علمته رضاك اعمل لي عشان ترضى عني؟ قال يا موسى رضايا من رضاك أنت عني انت هردى عنك لما انت ترضى عني لما ترضى عن تصرفاتي فيك لما ترضى عن الوضع اللي انا حطك فيه وقتها عارف ان انا راضي فالله يحب لا هو ربنا بيحبك المشكلة عندنا اتيقن واؤمن تماما ان هو بيحبني فاعرف ان انا محبوب فبقى معناتش بقى معناتش بقى معناتش بقى معناتش بقى وقت مغلب بقى روح استغفر وقت ما تحصل ازمة اعرف ان هو بيحبني فدي اكيد لها مخرج تاني ابتليهم بالمصائب اللي اطهرهم من المعايب انا لزمة متأكدة ان هو بيحبني لانه خلقني انسان مكرم ولانه قال انا فخت فيه من روحي كان قادر ان هو يقول للملائكة صورة جسة كده وروحوا انفخوا فيها الروح قال انا فخت فيه من روحي فانت فيك روحه سبحانه وتعالى وتقول لي ما بيحبكش ما انفخ فيك روحه الجنة قال اعددتوا بنفسه سبحانه وتعالى لعبادية الصالحين فيها ملعين اندرقت ولا اذن سمعت ولا خطر عن قلب بشر جاب الملائكة يسجدوا ليك اللي هم المكرمين لا يعصون الله ما امره ما يفعلون ما امرون طرد ابليس عشان رفض يسجد ليك وتكبر وقال يالله اخرج منها ولما حصلت المشكلة والازمة وعصى ادم ربه رباه سبحانه تعالى هو اللي اشتباه وتاب عليه وقال له لقنه قال له لما تغلطي ادم قول استغفر والله توب بس وانا توب عليك ولما جينا الزل ويقول له ادم اكنت تريد ان اعصمك قال بلى يا ربه ما كنتش خرجت من الجنة وكاتش حصلت المشاكل ولا عملنا معاصي ولا عدنا للقعدة اللي احنا عدنا دي قال يا ادم وين عصمتك ملا عمل النار لمين ولا هعزق قال يا ادم اين عصمتك فعلى من اجود برحمتي وعلى من امن بتوبتي انا لو عصمتك كنت مغلطش انا هرحم مين وتوب مين وتوب على مين بس يا ادم لا تحزن فلك خلقتها انا خليها اصلا عشانك انت فلا تحزن